اهلا بكم مشاهدين في ساعتنا الاخبارية الحر اليوم من واشنطن البداية بالعنوين انطلاق محادثات السلام اليمنية في السويد وغريفث يؤكد ان الهدف منها تخفيض العنف تحديدا في الحديدة وضع مطار صنعاء ثلاثة قتلى على الاقل في هجوم انتحاري استادفى مركزا للشرطة جنوب شرق ايران وتحميل المسئولية لجماعة جهادية سنية ونتابع ايضا في الحر اليوم تأهب على الحدود الاسرائيلية اللبنانية نتنياهو يطلع دبلوماسيين على انفاق حزب الله والحريري يدعو الى عدم التصعيم قبيل انعقاد اجتماعي اوبيك في فيينا سعودية تقول ان واشنطن ليست في موقع يسمح لها بان تملي على المنظمة سلوكها اهلا بكم بدأت في السويد محادثات برعاية الامم المتحدة بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة انصار اللاحوثيين والتي يتوقع ان تستمر اسبوعا واعلن المبعوث الاممي الى اليمن مارتين جريفث في افتتاح المحادثات بحضور وفدي الصراع ان الايام المقبلة ستكون اساسية لاعطاء زخم لعملية السلام مشددا على اهمية عدم تخلي اي طرف عن دوره جريفث اوضح ان المباحثات ستشمل خفض العنف ومطار صنعاء وايصال المساعدات الانسانية والتحديات الاقتصادية وحذر من ان اليمن على شفير الانهيار والشعب اليمني مهدد بشبح المجاعة ويعاني من تدهور الاقتصاد والقطاعات الحيوية لسيما الخدمات الصحية والتربوية خلال الايام المقبلة سيكون لدينا فرصة لتقديم زخم كبير لعملية السلام والتقدم نحو اتفاق شامل مرتكز على مبادرات مجلس التعاون الخالجي والحوار الوطني وقرارات مجلس الامن كما ستكون لنا الفرصة لتحقيق تقدم حقيقي ولوضع اطار للمفاوضات والتحديد لاتفاق سلام واستئناف عملية الانتقال السياسي اؤمن اننا سنجد حلولا لمشاكل اساسية قد تنعكس ايجابا على الاوضاع المعيشية في اليمن من بينها تخفيض العنف والوضع الاقتصادي ومطار صنعاء واصال المساعدات الانسانية من ناحية الثانية اعلن جريفث ان وفدي المحادثات وقع على اتفاقية تبادل الاسرى والمعتقلين للمحادثات هنا وسيسمح باعادة لمشمل الاف العائلات وهو نتاج فعال من قبل الوفدين ما سنفعل اليوم وخلال الايام المقبلة هو التركيز على تنفيذ هذا الاتفاق الوضع اليائس الذي يعيشه الشعب اليمني يشمل امكانية حدوث مجاعة واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر استعدادها للتوسط في عملية تبادل السجناء بين اطراف الصراع في اليمن وعبر المدير الاقليمي للجنة في شرق الاوسط عبر عن امله بان يفضي هذا الاتفاق الى بناء الثقة للتوصل الى حل سلمي يضع حدا للحرب الجارية واضف ان عدد المعتقلين يتراوح بين خمسة الى ثمانية الاف من استوك هولم معنا وليد المفطي وناشط حقوقي ورئيس جمعية السويد لمؤازرة اليمن اهلا ومرحبا بك معنا ما الذي يمكن ان تأتي به محادثات السويد اليوم من فرص للسلام في اليمن اهلا وسهلا اخي اولا نحييكم ونحيي طاقنا القناة والشعب اليمني الصادر الصامد والجيش واللجان الشعبية في ميادين الشرق القتال اولا اخي العزيز هي كانت اليوم بداية المشاورات اليمنية للسلام في مملكة السويد وما زالت الرؤية يعني لم تتضح ولكن هناك حلول للسلام وهناك اخي العزيز اتفاقات بداية نستطيع ان نقول انهم اتفقوا الى ان هناك تبادل للأسرع ورفعها نعتقد انه سيكون هناك رقعة نعم طب سيد وريد اسمح لي يعني ما الذي يمكن ان يكون مختلف في محادثات السويد عن محادثات سابقة كانت تهدف الى تحقيق السلام والامن في اليمن دون جدوى لا يوجد اي اختلف اخي العزيز نكون واقعيين الذي يقوم باخذ القرار لم يكن لم يكن متواجد الطرف الآخر نحن اذا اردنا ان نقوم بحل جذري ومشاورات السلام يقومون بحل جذري لهذه القضية اليمنية لابد ان يكون هناك طرف سعودي في طاولة الحوار المتواجدين من المسنى بالشرعية التي لا يوجد لها شرعية لا يوجد لديهم القرار لا يوجد لديهم القرار او الحق باصدار القرار هناك عدو حقيقي يؤيده ويكون يصدر الاوامر من امريكا واسرائيل اذا وجدت امريكا والسعودية واسرائيل على طاولة الحوار هناك يوجد الحلول التي سيد وليد بالنتيجة لا يعول اليمنيون كثيرا على ما سيجري في السويد بخصوص اليمن في الايام القليلة المقبلة ما نعول عليه بأيدي الرجال في ميادين الشرق والقتال لا نعول على هذو الذين متواجدون الآن من الطرف الآخر هناك آراء لديهم وليس بيدهم القرار القرار بيد امريكا والسعودية طبعا الوقت الوطني مطالبهم واضحة مطالبهم واضحة رفع الحصار ووقف الحرب وتبادل الأشراء ومطالبهم هي الأولة والأخيرة لفائدة ولمصلحة الشعب اليمني المظلوم الذي يعاني نعم ولكن سيد وليد أنت تعول على الميدان والمقاتلين على الأرض ولكن منذ ما يقارب الآن الأربع سنوات وهذه الحرب دائرة في اليمن دون جدوى ألم يحن الوقت للجوء لحل سياسي يحسم هذه القضية لم يأتوا إلى السويد الوطني إلا لما يد السلام ولكن الطرف الآخر لا يريد الحل السلمي الطرف الآخر لا يريد بيده وقف الحرب وبيده إمقاذ الشعب اليمني الذي يعاني من أمراض الكولورا وغيرها ويعاني من الموت الاقتصادي الذي يعاني منها الشعب اليمني والحصار ويعاني ويلاد القهر ويلاد الحروب من تعصف هؤلاء الذين يتموا بالشرعية هنا سيد وليد هذا الوضع الإنساني المأساوي في اليمن ألا يمكن أن يشكل دافع للحذينة للتوجه للحل السياسي وإنهاء هذه الأزمة كما ذكرت لك صادقا أخي العزيز الوطن الوطني أتوا ويريدون السلام أتوا للحل السلمي للحل الجبري الذي يخرج اليمن من هذه المأساة نعم نحن هنا أتينا جميعا نطالب إلى أن تقس هذه الحرب تقس هذه الحرب دون شرط مسبق الآن العدو الذي هو السعودي تأتيهم أوامر من أمريكا أوامر من أمريكا صريحة إلى أن تستمر الحرب كونهم يعتقدون بأنهم سوف ينتصرون وهذه هي المأساة الحقيقية نحن مدافعي في أرضنا سوف نقاتل إلى آخر قفل وليس إلى آخر جندي لا يا أخي نحن لا نقبل إذن تعاونون على القتال في الميدان سيد وليد وليس على الحوار في طاولة المفاورات في السويد وغيرها نمد يد السلام نمد يد السلام ولكن الطرف الذي العدو لا يريد السلام طيب سيد وليد العدو ينتظر أوامر من أمريكا وغيرها نعم سيد وليد هذا كل ما سمح بها الوقت اسمح لي وليد المفطي ناشط حقوقي ورئيس جمعية السويد لمؤازرة اليمن شكرا جزيلا لك ومن صنعاء ينضم إلينا مرسلنا مختار الشرفي مختار يعني كيف ينظر اليمنيون اليوم إلى محادثات السلام في السويد والتي قد تخرج البلاد من هذه المعاناة الإنسانية التي تعيشها نعم محمد هناك كدر من التفاؤل ولكن في نفس الوقت ما يصل من رسائل من أرض الميدان ربما أحيانا تشكك في إمكانية أن تكون هذه المفاوضات السياسية قد أتت لقطع الطريق على الحرب أو لإيقافها أو حتى للتهديئة من وطيرتها لأن ما يحدث على الأرض يؤكد أن المسار السياسي الآن في السويد هو مسار موازي لمسار العمليات العسكرية وليس مسارا يسعى إلى قطعها أو إيقاف العمليات العسكرية لأن هناك تصعيد كبير جدا على مستوى الجبهات وكل طرف يتهم الآخر بأنها المتسبب في هذا التصعيد هناك مثلا عمليات عنيفة وكبيرة جدا بدأت تشنها قوات الرئيس هادي في منطقة نهم القريبة من صنعاء بالتوازي مع وصول الوفدين وفد الحكومة وفد أنصار الله والمؤتمر وفد صنعاء إلى السويد أيضا هناك عمليات هجومية واسعة في دمت في رشاحة في الجوف في محيط مدينة الحديدة والناس هنا على قدر ما يسمعون من أخبار يشعرون بعدم التفاؤل مثلا اليوم محمد عبد السلام الناطق باسم أنصار الله من السويد أول رسالة بعث بها إلى الجيش واللجان الشعبية بين المزدوجين المقاتلين التابعين لهم أكد عليهم أهمية الحرص في الجبهات والعمل على عدم حدوث أي اختراق وعدم التعويل على الحوار السياسي لأنه ما يزال في بدايته وبالتالي وجه لهم نصح بالبقاء ومستيقضين وحارصين بمعنى أن هذه أول إشارة وصلت من داخل السويد بأنه ربما الأجواء لا تكون إيجابية حتى على طاولة المفاوضات نعم محمد إذن القتال على الأرض لا يشي بالسلام الذي يسعى له المجتمعون في السويد كان هناك مطالب من الطرفين كل منهما للآخر سبقت بداية هذه المحادثات تتعلق بانسحاب الحوثيين من الحديدة وكذلك فتح مطار صنعاء كيف ستؤثر ربما هذه المطالب على مسار المحادثات؟ نعم محمد بالنسبة لمدينة الحديدة لا أظن أن الحوثيين سينسحبون مدينة الحديدة وهم موافقون أو قدموا مبادرة لتسليمها للمؤمن المتحدة واتحدث عن ناقريفيت اليوم في المؤتمر الصحفي الذي افتتح به المباحثات في السويد أو المشاورات في السويد والتي أكد من خلالها أنه يعمل مع جميع الأطراف لبلورة أفكار حول رؤية لدور أممي ريادي وقائد داخل الميناء هذا الأمر ترفضه قوات الرئيس هذه وتطالب أن ينسحب الحوثيين من جميع الحديدة وجميع المناطق في الحديدة ومن الميناء وأن تحل محلها قوات تابعة للأمن تابعة لحكومة الرئيس هذه هذا الأمر لم يقبله الحوثيون لأنهم لم يسلموها بهذه المعارك العنيفة والشارسة جدا لماذا ذات مستمرة حتى اللحظة مطار صنعاء أيضا ربما يربط بموضوع الحديدة كل الملفات الأخرى مطار صنعاء صرف المرتبات معالجة وضع البنك المركزي كل هذه القضايا مرتبطة بالموضوع الحديدة هكذا تربطهم حكومة الرئيس هذه والتحالف سلموا الحديدة يا حوثيين ننجز لكم بقية الملفات ربما هذه هي المقاربة والمعادلة التي تطرح الآن والتي يعمل عليها الكثير من الملفات الشائكة بانتظار محدثات سلام في السويد من صنعاء مراسلنا مختار الشرفي شكرا جزيلا لك أكدت الإمارات العربية المتحدة أن قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة التي ستقام في الرياض يوم التاسع من الشهر الجاري تعكس استمرار قوة المجلس برغم الأزمة السياسية مع قطر وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرقاش في حسابه الرسمي على تويتر إن الأزمة السياسية داخل المجلس ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة على حد وصفه نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الفاتيكان قوله أن البابا فرنسي سيزور أبو ظبي مطلع شهر شباط فبراير المقبل وأوضح الفاتيكان أن زيارة البابا تأتي تلبية لدعوة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آلنهيان والكنيسة الكاثوليكية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك ذا المشاركة في لقاء حوار عالمي بين الأديان حول الأخوة الإنسانية قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استدف مقر قيادة الشرطة في مدينة جابهار بجنوب شرقي إيران وأفدت وسائل إعلام إيرانية أن قائد شرطة المدينة قتل في الانفجار كما قتل الانتحاري منفذ الهجوم وفي حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن وسائل الإعلام الإيرانية القت باللائمة على جماعة أنصار الفرقان وهي جماعة جهادية سنية من جهته قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن من بين القتل عدد من رجال الشرطة مضيفا في الوقت نفسه أن الأمن مستتب وأن الأجهزة الأمنية استطاعت السيطرة على الوضع الحر اليوم استمر وفيها بعد قليل شقيق ولي العهد السعودي يعود إلى واشنطن ومشروع قرار بالكونغرس يحمل بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي وماتس يطالب بمزيد من الأدلة قتال عنيف بين حركة الشباب الإسلامية وجماعة تابعة لتنظيم داعش في صومال إبقى مرحبا أهلا بكم من جديد تستمر حالة التأهب على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في ظل مواصلة العمليات الإسرائيلية للكشف عن الأنفاق التي حفرها حزب الله وأطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامي نتنياهو دبلوماسيين أجانب على تهديد أنفاق حزب الله محذرا من احتمال الدخول إلى الأراضي اللبنانية لوقف هذا التهديد بما أكد السفير الروسي أناتولي فيكتروف حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأطلع قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي ضباط اليونيفل على حيتيات النفاق الذي تم كشفه بالقرب من قرية كفركلة اللبنانية هذا وقد انعكس التوتر الحدود على الحياة اليومية في شمال إسرائيل سارة ومئير جاء من أواصط البلاد إلى قرية كفربلوم على الحدود الشمالية من أجل قضاء عطلة عيد الأنوار لدى اليهود زيارة تأتي في خضم عملية عسكرية ما جعلهما كالكثيرين من السياح يعربون عن قلقهم من الوضع الأمني كنت خائفة قبل الوصول إلى هنا حيث علمت صباحا ببدء عمليات البحث لكن الآن الهدوء يسود المكان أنا هنا بصفتي سائحا ولكنني ألاحظ أيضا أن السكان مستمرون في حياتهم اليومية وقد تراجعت الحركة السياحية في شمالي إسرائيل بسبب الوضع الأمني خاصة في ظل تصريحات ضباط بأن الهدف التكتيكي لنفق حزب الله الذي تم اكتشافه كان عزل بلدة المطل على الحدود وأنه تبقى شهران لتصبح هذه الأنفاق صالحة للاستخدام وأعربت مصادر أمنية عن اعتقادها بأن منظمة حزب الله لن ترد في هذه المرحلة على عملية درع الشمال التي أطلقها الجيش الإسرائيلي لكشف الأنفاق وأكدت أن هذه العملية تجري داخل الأراضي الإسرائيلية وأن هدفها هو منع انتهاك السيادة الإسرائيلية عمليات الحفر الهندسية تسير على قدم وساق في الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان وحتى الساعة يبدو أن الهدوء الحذر هو سيد الموقف الجيش الإسرائيلي من ناحيةه يقول إن الهدف من هذه العملية هو إحباط الأنفاق دون الدخول في مواجهة عسكرية يحيى قاسم الخرة من الحدود الشمالية لإسرائيل وكان أوفر جندلمن الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية قد أعلن أن بلاده تعمل على إدانة حزب الله ولبنان في الأمم المتحدة على خلفية قضية الأنفاق وأكد في مقابلة مع الحرة أن المسؤولية تقع على الحكومة اللبنانية التي تزعم بسط صيادتها على كامل الأراضي اللبنانية أكيد الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن ما جرى الحكومة اللبنانية نفسها تقول إنها ساحبة السيادة على لبنان وما إلى ذلك ولذا طبعا نحن نحمل الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية نعمل على السعيد الدبلوماسي من أجل إدانة حزب الله ولبنان في الأمم المتحدة في مجلس الأمن على هذا الانتهاك وبالتالي نحن نعمل من أجل حماية مواطنين هذا هو الحق والواجب المتاح لنا وفقا للقانون الدولي ونعود لمراسلنا يحيى قاسم من المطلة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يحيى كيف يبدو المشهد على الحدود بين إسرائيل ولبنان في ظل هذا التأهب بين الجانبين نعم هناك حالة من الحذر عمليا هنا على الحدود قبل قليل انتهت الجولة التي قام بها رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو مع سفراء وديبلوماسيين معتمدين في البلاد من أجل إطلاعهم على سير العمليات وعلى النفق الذي تم اكتشافه على بعد بضعة مئة الأمطار من هنا بالقرب من قرية كفاركيلا بالإضافة إلى ضباط اليونيفيل الذين كانوا أيضا برفقة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي الميجر جنرال يول ستريك الذي أطلعهم على التفاصيل وعلى حيثيات هذا النفق الذي يدور الحديث عنه من ناحية ثانية كانت هناك أيضا تجري في هذه الأثناء عمليات تحفر في مناطق أخرى بالتحديد بالقرب من قرية رامية في جنوب لبنان لكن حتى الساعة لم يتم العثور على أي نفق بنسبة للجولة التي قام بها نتنياهو الهدف منها هي المعركة دعنا نقول ربما إذا صح التعبير على الرأي العام الدولي في حين تنفي لبنان وجود مثل هذا النفق الجهات الإسرائيلية السلطات الإسرائيلية تقوم بجولات ميدانية لصحفيين وأيضا للديبلوماسيين لكي يشاهدوا بأم عينهم هذا النفق الذي تم اكتشافه نحن بالأمس كنا أيضا في جولة في تلك المنطقة وشاهدنا عبر عادسات الكاميرات العسكرية عمليات الحفر عمليا تحت الأرض بالقرب من هنا وكذلك الأمر بالنسبة للديبلوماسيين الذين كانوا في هذه الجولة تحدثنا إلى السفير الروسي خلال هذه الجولة الذي قال لنا أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها لكن يجب تجنب التصريحات دعنا نقول النارية أو الشديدة كي لا يؤدي ذلك إلى تصعيد في الموقف لكن هذا لم يمنع رئيس الحكومة من الإدلاع بتصريح بأنه إذا ما اضطرت إسرائيل فهي ستدخل أيضا إلى داخل الأراضي اللبنانية إذا ما اضطرت إلى ذلك بالفعل من أجل وقف تهديد الأنفاق طيب بالنتيجة يحيى الوضع من حيث أنت ومراقبتك للمشهد متجه نحو التصعيد أم الاحتواء لا يمكن معرفة ذلك ما يمكن معرفته أنه في هذه اللحظة هناك حالة من الهدوء لكن إذا ما كان هناك أي نشاط خارج السيطرة على سبيل المثال إذا ما تم تفجير هذا النفق من أجل إحباطه في معنى ذلك سيكون التفجير أيضا في داخل الأراضي اللبنانية لأنه يمتد مئة الأمتار أيضا إذا كانت هناك محاولات من قبل العناصر لحزب الله إطلاق النار على الجنود المتواجدين هنا أو على الشركات المدنية من يقوم بعمليات الحفر هنا في هذه المنطقة هي شركات مدنية عادية في إسرائيل يقوم بتأمينها جنود من وحدات خاصة في الجيش الإسرائيلي وذلك خشية أن يتم تعرضها لإطلاق نار من الجانب اللبناني فمثل هذه التداعيات ومثل هذه الأمور قد تؤدي إلى انزلاق الموقف وبالتالي الجيش الإسرائيلي أخذ كافة الاستعدادات قام بنقل مدفعية إلى هنا وقام بتعزيز قواته وتواجد جنود من وحدات خاصة في هذه المنطقة في الأماكن التي يتم فيها عمليا الحفر والبحث عن الأنفاق مرسلنا يحيى قاسم من المطلة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية شكرا جزيلا لك وفي لبنان دعا رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إلى عدم التصعيد على الحدود مع إسرائيل مؤكدا التزام لبنان بالقرارات الدولية هذا ويسود الهدوء الحذر بلدات جنوبي لبنان فيما يواصل الجيش الإسرائيلي أعمال الحفر بحثا عن أنفاق لحزب الله مراسلتنا سحر أرنقوت تنقل لنا أجواء الترقب من بلدة كفركلة في الجنوب اللبناني يواصل الجانب الإسرائيلي هنا مقابل بلدة كفركلة الجنوبية أعمال الجرف والحفر في إطار عملية درع الشمال التي تستهدف تدمير أنفاق حزب الله وفي وقت اتهمت فيه إسرائيل لبنان بخرق القرار 1701 يتجه لبنان الرسمي عبر وزارة الخارجية إلى تقديم شكوى بحق إسرائيل لارتكابها عدد كبير من الخروقات خلال الأشهر الأخيرة في النقورة كان هناك اجتماع ثلاثي عسكري يضم ضباط لبنانيين وإسرائيليين وممثل عن قوات الطوارئ الدولية عقد للبحث في عمليات الحفر المستمرة هنا والخرقات للخط الأزرق رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي أول تعليق رسمي له قال إن هذا الاجتماع لم يصفر عن أي إيجابيات كونه لم يتقدم الجانب الإسرائيلي بأية معلومات أو إحداثيات عن هذه الخرقات التي يقول عنها وفيما يسود الهدوء أجواء الجنوب يتخوف البعض من عمل عسكري قد تقوم به إسرائيل هنا على خلفية وجود أنفاق لحزب الله سحر أرنقوت الحرة بلدة كفركلة جنوب لبنان أعلن مصدر في اجتماع أوبيك أن المنظمة اتفقت من حيث المبدأ على خفض الإنتاج لكن لا يوجد أي قرار نهائي بعد هذا وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الولايات المتحدة ليست في موقع يسمح لها بأن تملي على منظمة أوبيك سلوكها وكان رئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد في تغريدة على تويتر أمس جدد دعوته الدول الأعضاء في المنظمة إلى عدم خفض إنتاج النفط مؤكدا أن الأسعار العالمية يجب أن تظل منخفضة وقال الفالح قبيل اجتماع أوبيك اليوم في فيينا لا أحتاج إلى إذن أحد لخفض الإنتاج معتبرا أن واشنطن ليست في موقع يسمح لها بأن تقول للمنظمة ماذا عليها أن تفعل وكان وزير الطاقة السعودي قد أعلن أن منظمة أوبيك تريد الاتفاق على خفض كاف لإنتاجها النفطي من أجل إعادة التوازن إلى الأسواق وأشار إلى أن هذا الخفض الذي قد يتقرر خلال اجتماع اليوم ويجب أن يتم توزيعه بالتساوي بين الدول الأعضاء وفق النسبة المئوية لإنتاجها وفي تصريح له يوم أمس قال الفالح إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك عدم إبرام اتفاق مضيفا أن خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا سيكون كافيا لمجموعة دول أوبيك من جهته أعرب وزير النفط العراقي ثامر الغضبان عن ثقته بشأن توصل مسؤولي الدول الرئيسية المنتجة للنفط إلى اتفاق يسهم في استقرار سعر النفط وقال الغضبان أن التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين لا يصب في مصلحة جميع أعضاء أوبيك وحتى الأعضاء من خارج المنظمة وأكد أن التوصل إلى اتفاق سيدعم استقرار سوق وسيوقف خفض الأسعار مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون الأسعار عادة للمنتجين وكذلك المستهلكين على حد سواء ومن جنيف ينضم إلينا موفدنا طوني شامية طوني كيف يبدو لقاء اليوم للأوبيك في ظل حالة الشد والجذب بين السعودية والولايات المتحدة فيما يتعلق بمستوى الإنتاج وأسعار النفط بالتابعة هناك الاجتماع ما زال مستمرا هذا الاجتماع الوزاري لدول أوبيك وعلى طاولة البحث ثلاثة سيناريوات السيناريو الأول وتدعمه دول أوبيك أو العديد من دول أوبيك وهو باتخاذ قرار بتخفيض الانتاج لمرة واحدة في العام 2019 ويتراوح بين مليون ومليون واربعمائة ألف برميل السيناريو الثاني وهو من خارج دول أوبيك وبدعم من روسيا تقول أنه يجب الآن اتخاذ تخفيض قرار بالتخفيض ولكن أن لا يتجاوز الخمسمائة ألف برميل وأما التوجه الثالث وهو قد يقع بين الاثنين أي الإبقاء على القرار الحالي وهو استجابة لما يمكن أن نقوله للولايات المتحدة الأمريكية ولكن في ظل هذا الموضوع من المفارقات أن تصريحات وزير النفط السعودي تتقاطع وتتلقى مع وزير وتصريحات وزير النفط الإيراني الذي أيضا بدوره رفض الإملاءات وقال أنه لا يمكن لأوبيك أن تتلقى إملاءات من واشنطن وبالتالي الجميع هنا يترقب ما يمكن أن يصل إليه المشاورات وما يمكن أن يخرج به الوزراء وذلك بعد لحظات بعد دقائق أو بعد قليل من الوقت ولكن من الطبيعي أن هناك مشاورات وهناك اتصالات من أجل توصل إلى اتفاق واحد أو الخروج بقرار واحد قد يعلن بعد قليل في مؤتمر صحفي ولكن هذا القرار أيضا سيكون موضع بحث ومناقشة في الاجتماع الذي سيعقد غدا بين الدول أوبيك وبين الدول المنتجة خارج نطاق أوبيك من أجل بلورة الاستراتيجية للعام المقبل 2019 طيب طوني ما حجم التأثير الذي يمكن أن تلعب دول غير موجودة في أوبيك منتجة للنفط مثل الولايات المتحدة على القرار الذي يمكن أن تخرج به هذه المنظمة لسيما في ظل الحديث السعودية عن أن الولايات المتحدة في وضع لا يسمح لها أصلا بأن تملي على المنظمة ما يجب القيام به يعني من خلال المتابعات نرى أن الولايات المتحدة غير الموجودة شخصيا على طاولة أوبيك إنما هي موجودة إن كان على مستوى الكواليس أو الاتصالات وأيضا في ذاكرة هؤلاء الذين يتبحثون في هذا الموضوع بالطبع لا يمكن القول إلا أن بعض الدول التي هي حليفة وقريبة من الولايات المتحدة الأمريكية تدرس هذه الاحتمالات وتدرس كل ما يمكن أن يصل إلى نتيجة ويطلق مع ما تطلبه الإدارة الأمريكية ولكن كما تعلمون هناك شد حبال قوي يعني إيران وروسيا من جهة خروج قطر من جهة ثانية السعودية وهذا التصريح لوزير النفط السعودي وذلك من أجل عدم يعيجاد صدع في هذه المنظمة التي تعاني أيضا وإن كانوا يقولون أن ذلك لن يؤثر وهو خروج قطر وبالتالي أن الموضوعات السياسية أو الإملاءات السياسية كما هم يقولون إنما هي نتائج تحالفات ونتائج سياسات مرتقبة للعام المقبل ولكن الكل ذلك يتحكم به التقارير الدولية وتقارير الوكالة الدولية للطاقة التي تتحدث وتتخوف من حدوث بطء في النمو في العام المقبل وأيضا تتحدث عن تخمة في الأسواق وبالتالي الدول التي لديها أزمات لا تريد تخفيض هذا الانتاج وفيما الدول الأخرى تريد تخفيض الانتاج من أجل إحداث توازن في السوق من أجل الحفاظ إما على الأسعار أو زيادة أسعار البرميل للعام المقبل نعم من جنيف مفنة طوني شامية شكرا جزيلا لك أعلنت السفارة السعودية في واشنطن أن سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان شقيق ولي العهد عاد إلى مركز عمله بعد غياب دام حوالي شهرين أمضاهما في بلاده وكان الأمير خالد الذي طرحت أو طرحت علامات استفهام كثيرة حول إمكان تورطه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باستنبول عاد إلى المملكة في بداية تشرين الأول أكتوبر إثر الحادثة بعد أن طلبت منه وزارة الخارجية الأمريكية أن يجلب معلومات لدى عودته إلى الولايات المتحدة عن الحادثة حصلت قناة الحرة على نسخة من مشروع قرار طرحه مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي ويقول المشروع أنه وبناء على الأدلة التي قدمت للمجلس فإن المشرعين واثقون من أن بن سلمان متواطئ في مقتل خاشقجي ويحث الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي على تحميل ولي العهد السعودي المسؤولية المشروع يدعو أيضا الرياض للتفاوض مباشرة مع الحوثيين لوضع نهاية لحرب اليمن وللتفاوض لحل الأزمة مع قطر المستمرة منذ الخامس من يونيو 2017 كما يدعو السعودية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين في مجال حقوق النساء من جهته جدد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس تأكيده بأنه يحتاج إلى المزيد من الأدلة لتحديد من أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ماتس الذي كان يتحدث للصحفيين على متن الطائرة التي تقله إلى أتوالي المشاركة في اجتماع للتحالف ضد داعش أضاف أنه ينتظر أن تظهر التحقيقات مزيدا من الأدلة في هذه القضية وأنه لا يريد التكهن أو استخلاص نتائج متسرعة حول الجريمة وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وجهوا انتقادات لماتس على خلفية تصريحه أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بأنه لا يملك دلائل قاطعة على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي قال المرصد السوري إن ما لا يقل عن 34 مسلحا من داعش و 17 من قوات سوريا الديمقراطية قتلوا منذ انطلاق عملية طرد التنظيم من بلدة هجين شرقية البلاد منذ ثلاثة أيام وأضاف المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بغارات عنيفة من التحالف الدولي تمكنت من السيطرة على أكثر من نصف هجين وذلك بعد تمكنها من صد هجوم معاكس للتنظيم داخل البلدة الواقعة في آخر جيب يسيطر عليه التنظيم في ريف دير الزور الشرقي من جانبها قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها تمكنت من إخراج عشرات المدنيين من الجيب الأخير الخاضع لسيطرة تنظيم داعش على الضفاف الشرقية لنهر الفرات والمحاصر من قبلها عبر الممرات الآمنة التي فتحتها لخروجهم بعد أن كان التنظيم يستخدمهم كدروع بشرية اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية كانت ماكنزي نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالافتقار إلى الرغبة في تحقيق المصالحة مع القوى المعارضة الأمر الذي يجعل انبعاث التطرف تهديدا محتقا بالبلاد على حد وصفه وقال ماكنزي أن نظام الأسد أخفق في حل مشكلات تسببت باندلاع النزاع المسلحي في البلاد مثل حرمان المدنيين من الحقوق السياسية والفقر وضآلة الموارد المائية وعدم الاستقرار الاقتصادي وأضف ماكنزي أن نظام الأسد غير قادر على إعمار البلاد مشيرا إلى احتمال فشل أي خطة جدية تهدف إلى حمل السلام والازدهار للشعب السوري بسبب عدم تطابق مصالح موسكو وطهران ودمشق أصدرت محكمة جنيات القاهرة حكما بالسجن بسجن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه الأول خيرة الشاطر بالسجن المؤبد وصدر الحكم خلال إعادة محكمتهما في قضية اشتباكات وقعت في محيط المكتب الرئيس للجماعة في العاصمة عام 2013 كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على نائب المرشد العام للجماعة رشاد البيومي وثلاثة متهمين آخرين في القضية لكنها برأت العضو القيادي في الجماعة ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني ووزير الشباب في حكومة مرسي أسامة يسين والعضوين القياديين في الجماعة حمد البلتاجي وعصام العريان يستبق كل من فائز سراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا والجنرال خليفة حفتر قائد ما يعرف بالجيش الوطني يستبقان انعقاد المؤتمر الوطني الليبي في تونس بتحركات سياسية داخلية وخارجية واسعة لضمان الدعمي الدولي لجهودهما في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد فيما تنطلق في تونس اجتماعات اللجنة التحضيرية الليبية التي ستستمر أربعة أيام وتشارك فيها خمس وأربعون شخصية تمثل مختلف الأطياف السياسية تمهدا لعقد المؤتمر الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية تنهي الانقسام في البلاد يستبق قطبا الصراع السياسي رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ولواء المتقاعد خليفة حفتر المؤتمر بتحركات دبلوماسية واسعة لضمان دعم القوى الدولية المؤثرة في ليبيا لهما السراج توجه إلى بروكسل للتنسيق مع زعماء الاتحاد الأوروبي موغريني وستولتنبرغ والتقا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وبحث معه سبل تعزيز الشراكة القوية بين البلدين وبدوره أبدأ بومبيو خلال اللقاء تأييد بلاده لخطة الممثل الخاص لأمم المتحدة في ليبيا التي قدمها لمجلس الأمن الدولي بإنشاء المؤتمر الوطني الجامع الذي سيقود ليبيا في الأسابيع الأولى من العام المقبل ويهيّل العملية الانتخابية التي ستتم في الربيع المقبل مشددا على ضرورة تنفيذ حكومة الوفاق للإصلاحات الاقتصادية الشاملة بسرعة وتعزيز الشفافية المالية وضمان الأمن ومزيد من الاستقرار لجميع الليبيين وتحقيق الاستقرار في الإنتاج النفطي كما أكد بومبيو التزام بلاده بالتعاون مع حكومة الوفاق في مكافعة الإرهاب في ليبيا وقد عبر السراج عن شكره للولايات المتحدة لموقفها الدعم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار وإنجاح المسار الديمقراطي من جهته توجه اللواء المتقاعد حفتر قائد الجيش الوطني الليبي من بنغازي شرق البلاد إلى العاصمة الإيطالية روما للقاء رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والسفير الأمريكي لدى تونس دانيال روبينستين وفق ما ذكرت تقارير إعلامية التقارير تحدثت أيضا عن لقاء مرتقب بين حفتر والسراج ضمن مساعي جديدة تبذلها روما لحل الأزمة الليبية بعد ثلاثة أسابيع على مؤتمر روما حول ليبيا وهكذا تتجه أنظار الليبيين إلى إنجاح التعاون بين القائدين السياسي السراج والعسكري حفتر وتوصلهما إلى صيغة توافقية لإنهاء الفوضى والقتال وتحقيق الاستقرار والازدهار للبلاد قتالا داميا نشب بين جماعتين مسلحتين حيث يطارد مسلح جماعة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة مقاتلين متحالفين مع تنظيم داعش الذين بدأوا يطالبون شركات كبرى بيتوات وذكر مسؤولون في الاستخبارات الصومالية تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم أن المطاردة بدأت في أكتوبر الماضي بقتل قيادي بارز في جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة على يد فرقة موت يشتبه بأنها تابعة للشباب في العاصمة مقديشو الحر اليوم مستمرة وفيها بعد قليل الصين تؤكد أنها ستنفذ على الفور بنود اتفاق الهدنة مع واشنطن ومنظمة التجارة تحذر من حرب تجارية عالمية اهلا بكم من جديد أبدت الرئاسة الفرنسية قلقها من أعمال عنف واسعة قد تحصل السبت المقبل خلال التظاهرات الاحتجاجية التي دعت إليها حركة السترات الصفراء وقال مصدر في قصر الإليزي لوكالة الصحافة الفرنسية إن لدى السلطات أسباب لهذا القلق رغم تنزلات الحكومة التي ألغت ضريبة كانت مقرر فرضها على الوقود طوال سنة 2019 أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق الصحفي جان دوندار الموجود بالمنفى في ألمانيا بتأهمة المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013 ووفق وكالة أنباء الأناضول الرسمية فإن السلطات التركية تشتبه بتمويل دوندار تظاهرات في منتزه باستنبول عام 2013 وبأنه مرتبط بالانقلاب الفاشل عام 2016 ضد الرئيس أردوغان وهو الأمر الذي ينفيه الصحفي رئيس التحرير السابق في صحيفة جمهورية المعارضة تقدم 294 عضوا يشكلون أغلبية أعضاء البرلمان السوداني بمذكرة تطالب بتعديل الدستور للسماح للرئيس السوداني عمر البشير بالترشح لولاية جديدة عام 2020 خطوة من شأنها أن تقرب البشير من ولاية جديدة قد تكون السابعة له في السلطة والثالثة بموجب الدستور المعدل عام 2005 لكنها تثير صخط المعارضة التي وصفتها بالتقنين الدستوري للدكتاتورية كلهم ختيل جداً وشغلين نفسهم بعشرين عشرين أنا أنا ما مشغل بها لم يترك الرئيس السوداني عمر البشير مناسبة إلا وألمح فيها إلى عدم نيته الترشح مجدداً للرئاسة في 2020 بعد أن استنفذ دستورياً ولايته الرئاسيتين بموجب تعديل عام 2005 لكن الرجل بات اليوم قاب قوسيني أو أدنى من الترشح لولاية جديدة تضاف إلى عقوده الثلاثة في الحكم فقد وقعت أغلبية في البرلمان الذي يسيطر عليه حزب البشير المؤتمر الوطني على مذكرة تدعم تعديل الدستوري لإلغاء تقييد الفترة الرئاسية وتوسيع صلاحيات الرئيس لإقالة المحافظين المنتخبين بوصفه حام السودان في الفترة القادمة مثل ما وصفه نواب حزبه وقد مهد الحزب الحاكم للقرار عبر تعديل نظامه الداخلي للإبقاء على البشير رئيساً معلناً في الصيف الماضي ترشيحه للانتخابات المقبلة وكذلك مهد له فيض من أخبار تأييد ترشيح البشير مجدداً ملأ فضاء الإعلام الرسمي يبدو الأمر وكأن ترشيحه يأتي تلبية لرغبة الشارع إلا أن الشارع السوداني الذي خرج مراراً للتظاهر في الأشهر الماضية يبدو منشغلاً أكثر بتأمين قوت يومه الذي غيبه عند شرائح عدة رفع الحكومة الدعمة عن الطحين والسلع الأساسية والتضخم وانخفاض قيمة الجنيه وشح العملة الأجنبية الذي صعب الاستيراد أرقام تشهرها المعارضة السودانية في وجه البشير وهي تعبر عن معارضتها لترشيحه لولاية سابعة فتعثر الاقتصاد بالنسبة لإحزاب المعارضة مسئولية يتحملها حزب المؤتمر الوطني الحاكم وعلى رأسه البشير الذي تحمله المعارضة أيضاً مسئولية انفصال جنوب السودان آخذاً معه معظم ثروة البلاد النفطية ووضع البلاد في عزلة مستمرة على خلفية ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للبشير الذي تتهمه بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع في إقليم دارفور حذر رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزفيدو من أن الجميع سيكون خاسراً في أي حرب تجارية عالمية مشيداً في الوقت نفسه بدعوات إصلاح المنظمة التي أطلقت في قمة العشرين في الأرجنتين وقال أزفيدو في كلمة له من واشنطن إن نظام منظمة التجارة العالمية يمكن أن يكون أفضل وأن على دول العالم تخلي عن فكرة أن التجارة الدولية معادلة فيها رابح وخاسر ورفض أزفيدو انتقادات المنظمة بأنها العامل الرئيسي خلف فقدان الوظائف وهي اتهامات وجهها رئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنظمة بشكل متكرر قالت وزارة التجارة الصينية أن صين ستنفذ على الفور بنود اتفاق الهدنة التي توصلت إليها مع الولايات المتحدة لمدة تسعين يوماً في حربهم التجارية وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن صين واثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري خلال هذه الفترة مؤكداً أن المحادثات ستبدأ بالتركيز على تجارة السلع الزراعية والطاقة والسيارات هذا ووعدت الصين بالتصرف سريعاً بخصوص الاتفاقية التي توصل لها رئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جينبينغ في ختام قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي لكنها لم توضح أي تفاصيل هذا وتواجه المحادثات التجارية الأمريكية الصينية توتراً جديداً على خلفية توقيف المدير المالي لشركة هواوي في كندا توقيفه على خلفية الاشتباه بانتهاكات العقوبات الأمريكية على إيران وكانت الحكومة الكندية أعلنت أمس عن توقيف مينغ وانزهو في مدينة فانكوهر يوم السبت الماضي أي في نفس اليوم الذي التقى فيه الرئيس الأمريكي نظيره الصيني في الأرجنتين مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة طلبت تسلم وانزهو من جهتها طلبت الصين السلطات الكندية بالإفراج عن وانزهو في وقت أكدت الشركة التزامها بقوانين ولوائح مراقبة وعقوبات التصدير المعمول بها في الأمم المتحدة والولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي استضمت طائرتان تابعتان لسلاح مشات البحرية الأمريكية ببعضهما البعض أثناء التزود بالوقود في الجو قبل تسواحل اليابان وقال مسؤول في البنتاجون لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحادث وقع بين مقاتلة من طراز F-18 وطائرة صهريج من طراز C-130 هذا وأعنى سلاح المارينز في بيان له أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في تونس أطلقت عدد من الهيئات المدنية حملة لمناخضة التحرش الجنسي في وسائل النقل العمومي وأطلقوا تطبيقاً إلكترونياً يمكن تحميله مجاناً على الهواتف للتبليغ عن حالات التحرش الجنسي ملاك بن عمارة طالبة في الجامعة تستعمل وسائل النقل العمومي تشتكي كغيرها من التحرش الجنسي تحت عباءة الاكتظاث ولعل أكثر ما يضايق ملاك هو ما تصفه بسلبية رد فعل المجتمع الذكوري توجه ضحايا التحرش أول ما طلعت للعاصمة أول لقاء بهذه الظاهرة كان في وسائل النقل المترو كتطلع في المترو الاكتظاث في أوقات الظروة في المترو معنا بطريقة غير عادية بحيث كتطلع أنت مش تنقى روحك أوتوماتيك موليستقى معنا ملزوزة بين زوز رجال ولا بين مراء وراجل يحاسبها هي على لبستها على فشقام أنت خارجة في كل وقت ذاكاً أما ما يحاسبش الراجل أنت شلزك أصلاً معنا شلزك تعمل هكاكا؟ ملاك حذرت مع عشرات النساء مؤتمراً أعلنت خلاله مجموعة من المنظمات المدنية المناهضة للتحرش الجنسي عن إطلاق حملة لمنهضة التحرش في وسائل النقل العمومي وذلك بعد أن أثبتت إحصاءات رسمية أن أكثر من 90% من حالات التحرش تقع داخلها حملة متسكوتش ميكش واحدك هي حملة لمناهضة التحرش الجنسي في وسائل النقل العمومي والمشترك هي جاءت بعد الإحصائية التي خرجتها لكريدي في الإحصائية هذه 90% من سي تعرضنا للتحرش الجنسي في وسائل النقل فقط 3% من هنا يقومنا بالتبليغ وخاصة أنه اليوم عنا قانون يحمي المرائم التحرش حتى ويجرم الظاهرة هذية يزينة هو اسم تطبيقة إلكترونية جديدة أعلنت منظمات مناهضة للتحرش الجنسي عن إطلاقها وتمكن التطبيق ضحايا التحرش من التبليغ الفوري عما يتعرضون إليه اعتماداً على الوسائل التكنولوجية الحديثة مساعي المنظمات المدنية للتصدي لظاهرة التحرش الجنسي يدعمها القانون الذي صدر في أغسطس من العام الماضي والذي يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين إطلاق حملة لمناهضة التحرش الجنسي في وسائل النقل العمومي فضلاً عن ابتكار تطبيقة لفضح ممارسات التحرش وتشجيع الضحايا عن التبليغ خطوة همة يراهن عليها أصحاب المشروع لتطويق هذه الظاهرة المتمددتية في المجتمع طفيق العيش الحرة تونس تلجأ الشركات بشكل متزايد إلى وسائل التواصل لمعرفة الموظفين الذين يتقدمون بطلبات للعمل فيها دراسة نشرت مؤخراً أظهرت أن 63% من الشركات تلجأ إلى مواقع التواصل تقرير نور عماشا من دبي إنه زمن السوش الميديا وسائل التواصل الاجتماعي غزت حياتنا بكل تفاصيلها حتى باتت جزءاً لا يتجزأ منها لكثير من الناس أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بمنصاتها المختلفة ترسم ملامح حياتهم وتفكيرهم وأساليبهم بالتبضع ومفهومهم للتسوق وأكثر من ذلك ماذا نقول عن أنفسنا وماذا ننشر أو نحمل على صفحاتنا الخاصة على السوش الميديا قد يكون له تأثير كبير على الوظيفة القادمة التي من الممكن أن نحظى بها قبل أقل من عشر سنوات كانت أسيرة ذاتية كافية لتتحدث عن من يتقدم إلى وظيفة أما اليوم لم يعد ذلك كافياً لكثير من الشركات والأعمال فبعض الشركات تبحثوا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر مثلاً عن الشخص المتقدم إلى الوظيفة لمعرفة المزيد عن تفاصيل حياته ولكن هل يعد ذلك قانونياً؟ السؤال هنا ما مدى خصوصية استخدام الحسابات الشخصية هذه هي النقطة الأساسية وحالياً أصبحت الحسابات تستخدم استخدام تجاري أكثر منه شخصي لترويج الحسابات الشخصية والمنتجات ولكن يجب أن نكون حاضرين في استخدام صورنا الشخصية وصور أطفالنا لكي لا نروج لها في حساباتنا كثير من المعلومات والبيانات الشخصية التي تكون صورة أوضحة عن حياة الأشخاص باتت متاحة حتى لو عمض بعض الأشخاص إلى زيادة مستوى السرية في حساباتهم هذه المعلومات التي قد تشكل دعماً لبعض الأشخاص حين يتقدمون إلى عمل معين قد تكون عرضة للسرقة أو للاختراق في أحيان كثيرة لعل فضيحة فيسبوك الأخيرة حين تعرضت حسابات أكثر من خمسين مليون عميل للاختراق لعل هذا لنقاطعاً على أن المعلومات الشخصية كثيراً ما تكون مهددة ولكن رغم ذلك لم يتوقف الناس عن مشاركة تفاصيل حياتهم على منصات التواصل فهذه هي البصمة التي تميز عصرنا هذا من قمة التواصل الاجتماعي في دبي نور عماشا قناة الحرة في ختام النشر تذكير بالعنوين انطلاق محادثات السلام اليمنية في السويد وغريفث يؤكد أن الهدف منها تخفيض العنف تحديداً في الحديدة وفتح مطار صنعاء ثلاثة قتلى في هجوم انتحاري استدفى مركزاً للشرطة جنوب شرق إيران وجماعة أنصار الفرقان تعلن مسؤوليتها تأهبون عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية نتنياهو يطلع الدبلوماسيين على أنفاق حزب الله والحريري يدعو إلى عدم التصعيد قبيلاً عقاد اجتماعي أوبيك في بيانا السعودية تقول أن واشنطن ليست في موقع يسمح لها بأن تمنى على المنظمة سلوكها إلى اللقاء